أربعمائة طالب سوري يجتمعون في جامعة مصطفى كمال في هاتاي للبدء في امتحان القبول الجامعي اليوز الامتحان عمل على تنظيمه فريق معك الطلابي بالتعاون مع جامعتين مردين ومصطفى كمال ضمن الشروط التركية للامتحانات مع مراعاة شروط الوقاية من فيروس كورونا مردين أرتقل الانوريسي إلى الآن في عام 2021 أجرينا الامتحان الثاني لليوز واقتربنا من إتمام الفحص في 12 مركزا فيها ألف طالب تقريبا من دول مختلفة من العالم في أثناء إجراء الامتحانات تم التقيد بتدابير الحماية من وباء كورونا والتزم الطلاب بالكمامات والتباعد الاجتماعي تنظيم الامتحان في هاتاي يوفر على الطلاب السوريين دفع مبالغ إضافية كما يغنيهم من عناء السفر إلى الولايات البعيدة ويوفر لهم أجواء المنافسة مع أقرانهم من الطلاب السوريين كما يتيح الفرصة للطلاب السوريين الذين يجتازونه من التقدم للجامعات والمعاهد التركية من مختلف الاختصاصات وفي جميع الولايات التركية المراكز المشرفين عليها هي سبع مراكز هي هاتاي، أنتاب، أنقرة، بورصة، مرعاش العثمانية المناطق التي فيها كثرة من عدد الطلاب السوريين إضافة إلى شركاتنا بالأي بي سي فوتر ينظموا إسطنبول وميرسين إضافة إلى شركاتنا بالأي جي سي ينسقوا أورفا، سامسون، وقيصري الامتحان انضم له 1700 طالب تقريبا عدد طلاب في أكثر ولاية هي ولاية هاتاي اللي تحت إشرافنا الكامل والله الامتحان كان وسط بين الوسط والصعب والآن سكرت تقريبا ظل في سؤال ما متأكد منه الحمد لله طموحي إن شاء الله طب بشري وهون في منافسة كبيرة بهاتاي وخصوص أن طلاب الجنوب يعني عامة تركية يكون أغلبهم شاطرين تضاعفت في السنوات الأخيرة أعداد الطلاب السوريين المتقدمين الامتحان القبول الجامعي في تركيا حيث ضم الامتحان الأخير في هذه السنة 1700 طالب سوري كانوا موزعين على 12 مركزا في جميع الولايات التركية وهو ما يزيد فرصة حصول الطلاب السوريين على مقاعد جديدة في الجامعات التركية سيقدم الامتحان فرصة لنحو 400 طالب سوري يؤهلهم لدخل أكثر من 60 جامعة ومعهدا تركيا من مختلف الإختصاصات وفي جميع الولايات التركية أبدا منصور تلفزيون سوريا جامعة مصطفى كمال مدينة أنطاكيا